تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه سيد تفاسير آل علي الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة الطبعة الأولى صفحة 301 هناك مجموعة من الأحاديث وهي مجموعة وفيرة لا أجد وقتاً كافياً لقراءتها جميعاً سأقرأ مجموعة منها ترتبط بموضوعنا وبحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله رقم الحديث 189 أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي أفضل والديكم نحن عندنا والدان بحكم الانتساب الأسري أبي وأمي بحكم العرف بحكم علائق الزواج الاجتماعي هذه علاقة ولكن هناك علاقة أعظم يتحدث عنها رسول الله وفقاً للمنطق النوري إمامنا العسكري هو الذي يحدثنا عن رسول الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي أمير المؤمنين أيضاً رقم الحديث 190 إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم فإن ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار من العبودية للشيطان من العبودية للأهواء من العبودية للعجول البشرية من رجال الدين وغيرهم من سلاطين الحكم وغيرهم من الذين يضحكون علينا هؤلاء يستعبدوننا رجال الدين في كل الديانات يستعبدون أتباعهم ما أنا الذي أقول القرآن هو الذي يقول إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وذهبنا إلى الآية الحادية والثلاثين من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء هم الذين يسرقونهم هذه الآية الحادية والثلاثون وهذه الآية الرابعة والثلاثون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وهذا هو الذي يجري في النجف وكربلاء الأحبار والرهبان مثال من الأمم السابقة ومراجع النجف وكربلاء مثال من الأمم الحاضرة القرآن هو الذي يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار لليهود والرهبان للنصارى والنبي هو الذي قال لنا ما جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل القذة هي ريشة السهم فإن للسهم ريشات في آخره لا بد أن تكون هذه الريشات متساوية كي ينطلق السهم بصورة دقيقة وإلا إذا اختلفت الريشات فإن السهم لن ينطلق بنحو الناجح حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع باعا الباع هو هذا وذراع هذا الباع ما بين اليدين إذا ما فتحت هكذا هذا هو الباع فالباع بحدود المتر والذراع بحدود نصف المتر فما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة باعا بباع وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه فسألوه سألوا رسول الله هل هم اليهود والنصارى فأجابهم بالإيجاب وقال وهل الناس إلا هم إلا هؤلاء فما جرى على الناس على الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة وهذا هو الذي يجري فينا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المخالفون لأهل البيت اتخذوا صحابة أربابا من دون الله وبعد ذلك اتخذوا رؤساء المذاهب كأبي حنيفة والشافعي اتخذوهم أربابا من دون الله واتخذوا علماءهم في زماننا وكذا الشيعة في زمان الغيبة اتخذوا مراجع الدين وفي زماننا أضافوا إليهم زعماء الأحزاب ورجال السياسة في الوسط الشيعي فاتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم دينا ما هو بدين الله دين مراجع النجف وكربلاء ما هو بدين صاحب العمر إنه دين جاءوا به من الشوافع والمعتزلة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبعد ذلك سرقوا أموالهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فضائياتهم مؤتمراتهم وكلاؤهم حوزاتهم تطعن في الأئمة كتب مراجع الدين مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد من الطهسي إلى السستاني وهذا كله قد بيّنته بالحقائق والوثائق من كتب مراجع الشيعة أنفسهم عودوا إلى برامجي واتطلعوا على الحقائق أخاطب الذين ليسوا هم على علم بهذه الحقيقة وعلى عينك يا تاجر عودوا إلى الحقائق وتتبعوها بأنفسكم ارحموا أنفسكم ارحموا أنفسكم أقولها لكم صريحة وواضحة وبينة ومن دون مجاملة ومن دون خوف ولا أبالي بأحد منه أبعد نقطة عن إمام زماننا مراجع النجف وكربلع إمام زماننا هنا وهم هنا كلما اقتربتم منهم كلما ابتعدتم عن إمام زمانكم كلما ابتعدتم عنهم كلما اقتربتم من إمام زمانكم أقول هذا الكلام عن تحقيق أنا لست سياسية ولست في مقام إطلاق الدعايات هذه حقائق وقد أثبتتها بالأدلة والوثائق عودوا إلى برامجي وستجدون الحقائق واضحة من كتبهم من كتبهم من كتب الماضين ومن كتب المعاصرين حين أتحدث عن السيستاني أنا أتحدث عن كتبه لا أتحدث عن شيء آخر أنا لست سياسيا حتى أحلل لكم لا علاقة لي بالتحليلات السياسية أنا أنقل لكم الحقائق والوقائع بالوثائق وبالأدلة والشواهد والبراهي وبإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي لماذا لا يستطيعون أن يردوا عليها لأنها حقائق لا يستطيعون أن يردوا عليها وإذا ما تورط أحد منهم ورد على تلك الحقائق فإنني سأفضحه وسآتي بأدلة جديدة وهم يعرفون وهم يعرفون هذا ولذا هم سكوت سكوت هم خرص سكوت لا ينطقون لا يستطيعون مواجهة مواجهة الحقائق أمتي أعظم أعظم من حق أبوي ولادتهم فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار ونلحقهم من العبودية من العبودية لهؤلاء السفلة من رجال الدين بخيار الأحرار هؤلاء الأحرار الذين يبحث عنهم سيد الشهداء كان يردد هذه الكلمة قبل عاشوراء ورددها في عاشوراء ألا حر ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها اللماضة أتعرفون معناها بقايا الطعام بين الأسنان والذي إذا ما ترك ستتحول رائحته بعد أن يتعفن إلى رائحة هي أخبث من رائحة الغاط ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها وكان يطالب أعدائه كونوا أحراراً في دنياكم على الأقل كونوا أحراراً في دنياكم لك تكونوا عبيداً لأنثالكم أنتم أنتم الشيعة لقد خسرتم لأجل دنيا هؤلاء السفهاء من رجال الدين هل هناك من سفاهة هي أكثر من سفاهتكم خسرتم دينكم دينكم لأجل دنيا هؤلاء التافهي من مراجع الدين من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هؤلاء عندهم دين لكنه ما هو بدين محمد وآل محمد إنه دين الطوسي والطوسي رجل شافعي شافعي مئة بالمئة قد يكون منتمياً إلى الشيعة اجتماعياً لكنه منذ نعومة أظفاره تعلم الفكر الشافعي ونشأ في الوسط الشافعي وبقي شافعياً ولذا علماء الشوافع في كتبهم ماذا يقولون عن محمد بن الحسن الطوسي إنه شافعي وصار رئيساً للإمامية عودوا إلى كتبهم أقرأوا كتب الشافعيين حينما يتحدثون عن رجالات الشافعين وهم صادقون في ذلك هم صادقون كان شافعياً وصار رئيساً للإمامية فدين حوزة النجف هو دين الطوسي ودين الطوسي دين شافعي صرف لذا فإنكم تقولون من أن الشوافع يشبهوننا الشوافع لا يشبهوننا الشوافع ناس مستقرون في أماكنهم لهم دينهم نحن نشبههم نحن الذين ركضنا وراءهم مراجع النجف ركضوا وراء الشوافع فجاءونا بدينهم هذه هي الحقيقة من الآخر أنا أسألكم الأوقاف الكويتية والأخوان المسلمون في الكويت لو لم يعلموا أن محمد باقر الصدر وأن النجف تفتي على طريقة الشوافع هل يوجهون إليهم سؤالاً حول تأسيس المصارف والبنوك بطريقة إسلامية لو كانوا يعلمون من أنهم يصدرون الفتاوى وفقاً لمنهج العترة الطاهرة والله ما وجهوا إليهم سؤالاً لكنهم يعرفون هذه الحقيقة من أن محمد باقر الصدر يفتي على طريقة الشوافع فلذا وجهوا السؤال إلى النجف وأجابهم محمد باقر الصدر بالجواب الذي طبع في كتاب بعد ذلك البنك اللاربوي في الإسلام أو الذي قد يقرأه البعض البنك اللاربوي في الإسلام القراءة الأدقية هذه البنك اللاربوي في الإسلام هذا كان جواباً من النجف وفقاً لموازين حوزة النجف وفقاً لموازين المنهج الطوسي فهؤلاء الأخوان المسلمون حينما أسسوا بنكهم في الكويت الذي عنوانه بيت التمويل الكويتي ولازال موجوداً إلى الآن أسس على فتاوى محمد باقر الصدر لو كانوا يعتقدون أن محمد باقر الصدر يفتي بمنهج العترة والله ما وجه إليه السؤال لكنهم يعرفون أن النجف تفتي بحسب المنهج الشافعي ومن هنا وجه السؤال إلى النجف لا فارق عندهم أن يوجه السؤال إلى الأزهر أو أن يوجه السؤال إلى النجف لهذا السبب أقول لكم من أن السقيفة سقيفتان هناك سقيفة بني ساعدة يمثلها الأزهر وهناك سقيفة بني طوسي تمثلها حوزة النجف يمثلها مراجع النجف وكربلاء هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر كما قلت لكم أبعد نقطة في الدنيا عن إمام زماننا المرجع الأعلى في النجف أيا كان لا أتحدث عن شخص بعيني أيا كان إن كان الموجود حاليا أو كان الذين سبقوا أو الذين سيأتون من بعده المرجع الأعلى في النجف هو أبعد نقطة عن إمام زماننا والنقطة الأكثر عداء لمنهج إمام زماننا المرجع الأعلى في النجف بقدر ما تقتربون من بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم بقدر ما تبتعدون عن تقتربون من إمام زمانكم أتحدث عن الإبتعاد والإقتراب العقائد والفتواء والتفسير والفكر والثقاف وفي الموقف السياسي وحتى في العلاقات الاجتماعية حقيقة مرة تريدون أن تتأكدوا من كلامي عودوا إلى برامجي على الأقل عودوا إلى برنامج الخاتمة تتبعوه من أوله إلى آخر حلقة بثت لا زال البرنامج مستمرا سنعود إليه كي أكمل حلقاته المتبقية هو متوقف وقتيا عودوا إلى هذا البرنامج وتابعوا حلقاته من أولها إلى حيث توقفت الحلقات تحتاجون إلى عدة أشهر لكنكم ستربحون دينكم وستعرفون الحقيقة كاملا وتكتشفون الخديعة التي خدع بها أجدادنا وآباؤنا وخدعنا بها نحن ولا زالت الشيعة تخدع بها ويضحك عليها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر